نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحيات عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى فخمة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتمنياتهم لفخامته بمفور الصحة والسعادة وخالص اعتزازهم بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تشهد من رقي وتقدم على المستويات كافة جاء ذلك خلال حضور معالي وزير الخارجية لحفل الاستقبال الذي أقامه فخامة الرئيس دونالد ترامب لإقادة ورؤساء وفود دول العالم المشاركة في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك وقد أشهد معالي وزير الخارجية بالعلاقات المتقدمة والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في المجالات كافة والدور الاستراتيجي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية كقوة دولية فاعلة في حل قضايا وأزمات الشرق الأوسط من خلال تعزيز أطر التعاون المشترك مع دول المنطقة لضمان تجاوز التحديات التي تهدد دولها وشعوبها وفي مقدمتها التطرف والإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته ترجمة نانسي قنقر